كنا بنشتكي زمان من حاجات كتير انا نفسي مشروع ضخم باحث او بحث او مركز بغوث يعمله الامور اللي كنا بنشتكي منها وتعملت زي زمان كنا بنتكلم كتير جدا كلنا في الاعلام وفي الصحب على العشوائيات كنا الله يفتع عليك ابراهيم كنا بنتكلم على العشوائيات ونقول المناطق الخطر العشوائيات حزاب ناري يهدد مصر بالتدمير والعشوائيات اكتر كلمة كانت موجودة في كل وسائل الاعلام المصرية الحزبية الحكومية كلها تحقت على الكوارس الموجودة في المناطق العشوائي كله بيتكلم اتنين كل الناس كانت بتكلم على الزحام المروري في القاهرة والقاهرة اكبر مدينة ملوثة في العالم فيها تلوس مفيش فيها مرور مفيش فيها ترافيك فيش فيها تحرك فيها كذا فيها كذا كله كان بيتكلم يقولوا مفيش حل تاني انا فاكر وحضراتكم وبفكر حضراتكم وارجعوا للارشيف والارشيف له يعني كثير من القارات الصارمة المجد للارشيف فعلا ارجعوا اشوفوا الناس كانت بتكلم على ايه يعني انا فاكر الفين وتمانية يمكن والله موجود هجيبوا لحضراتكم قلت انه لازم يكون في عاصمة جديدة خلاص خلاص احنا افلت اتضمن افلت لابد ان احنا اخرج برا كل الناس بتكلم وتنادي انه خلاص القاهرة جماعة الجزء ما عادش ينفع نعمل انفاء تحت انفاء ولا كبار يفوق كباري خلصة الموضوع فكاد الافكار الجديدة بقى اللي احنا اتعملت ما كنا بنشتكي من قل الدراما بنشتكي من العشوائيات عملنا بديل العشوائيات بنشتكي من المرور والطرق عملنا طرق وعملنا كذا وعملنا كذا خفيفنا الضغط عن القاهرة واصبحت القاهرة مؤهلة انها ترجع الوضعات طبيعي تاني كل الامور اللي احنا كنا بنكلم عليها زيما بس احنا بننسى مشكلتنا قافت قافت حينا اللي هو النسيان بننسى كنا بنشتكي من ايه والنهاردة احنا ايه اللي تحقق بشكل او باخر خلينا اقول لحضراتكم انه خلال الفترة الحالية في نوع من الاستياض الدائم للدولة عموما للرئاس عموما للحكومة عموما للإعلام عموما في محاولة الاستياض استياض وتسيد ونوع كده من محاولة تركيب صورة صورة كريهة وصورة مشوهة على المصدر العام للدولة المصرية والحقيقة شايف برضو بعض الناس بقى عندها نوع من التحفز كده انه يدافع يعني يا عزل ما تدافعش انت اقول الحقيقة لا تهاجم ولا تدافع اقولها انا بتكلم في ثلاث ملفات واتحدى عتات المعارضة ايو حد يطلع يقول لي انت غلطان تعال يا عم نظرني تعال يا عم نقعد مع بعض ونتكلم هل كان ملف العشوائيات مش الملف الاولى اللي كان موجود على اولويات كل صحف المعارضة والصحف القومية والصحف العزبية والصحف الخاصة صح ولا غلط طيب هل ما تم في العشوائيات كان يمفع يتأجل ده سؤال وارا بطرق الاجابة للناس ارجعوا وشوفوا كان كله بيتكلم بيقول ايه موضوع تاني موضوع الدراما كله كان بيتكلم عن الاعلام وفوضى الاعلام والاعلام والاعلام سايبين ازاي الاعلام يعمل كده سايبين الناس تعمل ايه سايبين يهجموا البلد سايبين يعملوا كذا سايبين يبقوا نهات طرفية للاجهزة برة والدول برة ليه سايبين الاعلام ليه سايبين الاعلام ليه سايبين الدراما ليه سايبين الدراما لما الدولة بدأت تخوش تتنظم الاعلام لما الدولة بدأت تخوش تسمع دراما يا عم انتو بتصنع دراما ليه واحنا فاضين للكلام ده يا جماعة يا عم هادالو بتخوش تتنظم الاعلام ليه ما العالم كله يعني انا بس بفكر ناس كنا بنطالب بايه وايه اللي تم ورد الفعل ايه يعني انا بتكلم برضو بشكل عام على ذلك طيب